خلاص الرابط الرابط البطولة 12 في تاريخ النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا باذن الله ان شاء الله نحتفل مع النادي الاهلي يوم السبت القادم في مواجهة ان شاء الله تكون سهلة على النادي الاهلي هي نظرياً مسهلة هي نظرياً قدام منافس محترم تاريخياً وعلى مستوى الحاضر ايضاً النادي التراجي التونسي فريق لابد دائماً وأبداً من احترامه بس يبقى النادي الاهلي هو الكبير هو كبير الشغلانة دي هو كبير الكارة بتاعته يعني يعني لو في حد هيقلق من المباراة أكتر فبالتأكيد التراجي خايف جداً من النادي الاهلي أكيد خايف من النادي الاهلي بحكم التاريخ وحكم الحاضر والأهم هو جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي دائماً وأبداً واللي جاي دوت مش نصيحة لجماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي عارفة هي بتعمل ايه جماهير النادي الاهلي كده كده عارفة هي راحة الاستاد ليه وهتخرج بايه من الاستاد وهتخرج بايه من المباراة كاسر بطولة طيب هتعمل ايه بقى جمالي النادي الاهلي هتشجع طول الوقت هتبقى منظمة في التشجيع هتهتف للنادي الاهلي هتشجع لعيب النادي الاهلي تبقى حماسية جدا وصبورة جدا يعني ايه يعني الاهلي عايز هدف في المباراة دي هدف واحد ولقدر الله وارد انه يخش فيه هدف وسهل انه يسجي الهدفين فالامور بس تبقى هادية جدا في نفس الوقت حماس وتشجيع لا يتوقف مش الان انا ابدا من جمهور النادي الاهلي انا بدردش معايا بس كده كده جمهور النادي الاهلي مش مستني كريم يقول له هتعمل ايه كده كده جمهور النادي الاهلي ده احسن جمهور في القرى الافريقية مفيش مشكلة هيشجع وهيساند وهيدعم وهيقف مع فرقته بشكل عظيم جدا ان شاء الله اللعب اللي في الملعب بقى تبقى رجالة يقدوا بشكل مميز ومعهم مدير فني كبير ومحترم جدا هو مارسي الكولش اشتركوا في القناة